بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ميلادي كريم أهل البيت الإمام الحسن المشتبى وسلام الله عليه رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة وردت آيات عديدة في القرآن الكريم تشير إلى الإمام الحسن سلام الله عليه وإلى فضله وهذه الآيات ورد تأويلها من قبل أهل البيت سلام الله عليهم وبينوا بأن المقصود بها هو الإمام الحسن سلام الله عليه نحن نقتصر إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة على بعض هذه الآيات التي وردت في بيان فضل الإمام الحسن سلام الله عليه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى الرواية الأولى والآية الأولى هو ما ورد في تفسير الإمام الصادق سلام الله عليه في قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات يقول الإمام الصادق سلام الله عليه المشكات فاطمة عليه السلام فيها مصباح المصباح هنا الإمام الصادق سلام الله عليه أشار بأنه المقصود به الإمام الحسن الله سبحانه وتعالى عبر ومثل بالإمام الحسن سلام الله عليه وعبر عنه بأنه مصباح هو مصباح في خلقه وهو كما بيناه في الحلقات السابقة بأنه خلق من نور الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى اشتق من نوره الشمس والقمر وخلق من نور الإمام الحسن سلام الله عليه الشمس والقمر فهو في خلقه نور وهو أيضا في علمه وفي ما هدى به الناس وأيضا نور وهو مصباح لذلك الله سبحانه وتعالى مثل للإمام الحسن سلام الله عليه في القرآن الكريم وأعطاه مثل المصباح في هذه الآية المباركة كذلك ورد عن أبي سعيد الخدري قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل إليه رجل فقال يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس استكبرت أم كنت من العالين هذه الآية المباركة سأل المقصود منها من رسول الله صلى الله عليه وآله فمن هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة هذه الآية تقول استكبرت أم كنت من العالين فمن هم هؤلاء العالين الذين هم أعلى من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله وتسبح الملائكة بتسبيحنا قبل أن خلق الله عز وجل آدم بألفي عام فلما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له ولم يأمرنا بالسجود على اعتبار نحن أفضل من الملائكة فبالتالي أمر الملائكة بأن يسجدوا لنا لأننا أفضل منهم فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فإنه أبى أن يسجد فقال الله تبارك وتعالى استكبرت أم كنت من العالين يعني هل أنك كنت متكبرا في عدم سجودك لهؤلاء الخمسة أم كنت واحدا منهم حتى لا تسجد لهم أي من هؤلاء الخمس المكتوب أسماؤهم في سرادق العرش فهنا رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن بأنه الله سبحانه وتعالى عبر عن هؤلاء الخمسة الأطهار بأنهم هم من العالين أي أنهم أعلى من جميع الخلق أعلى من جميع الملائكة أعلى من جميع الأنبياء لذلك الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بأن يسجدوا لهم والإمام الحسن سلام الله عليه كان واحدا من هؤلاء العالين الذين أشار إليهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كذلك من الآيات الأخرى التي وردت وتبين عظمة الإمام الحسن سلام الله عليه قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويخفر لكم والله غفور رحيم هذه الآية المباركة ورد في تفسيرها عن سماعة ابن مهران قال سأل الإمام الصادق سلام الله عليه في قول الله عز وجل يؤتكم كفلين من رحمته قال له الحسن والحسين عليه السلام ويجعل لكم نورا تمشون به قال له إماما تأتمون به هكذا الإمام الصادق سلام الله عليه فسر قول الله سبحانه وتعالى يؤتكم كفلين من رحمته في البداية الآية المباركة الله سبحانه وتعالى بيّن وبشر أن المؤمنين إذا آمنوا واتقوا الله وآمنوا برسوله فهؤلاء سيكون جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى جزاء إيمانهم وتقواهم بأن يؤتي الله سبحانه وتعالى لهم كفلين من رحمته أي أنه سوف يجعلهم من الموالين المؤتمين بالحسن والحسين سلام الله عليكم بعكس هذا الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولا يتق الله ولا يتبع قول رسول الله صلى الله عليه وآله في اتباع عترته هذا الإنسان الذي لا يؤمن برسول الله في اتباع قوله واتباع عترته سيكون جزاؤه أنه سوف تنقطع عنه هذه السلسلة المباركة بعكس هذا الإنسان الذي يكون مؤمناً برسول الله صلى الله عليه وآله ويكون متمسكاً بعترته وبأقواله فالله سبحانه وتعالى سوف يكمل له هذا الإيمان بالنبيه ويجعل ذلك إيمانا بالوصي وإيمانا بأولاده فلذلك الإنسان الذي يكون مؤمنا ويكون متقيا ويكون مؤمنا وموقنا برسول الله صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى سوف يكمل له الإيمان بأن يجعله مؤتما بالحسن والحسين وإذا اتم بالحسن والحسين الله سبحانه وتعالى إذا وجده صادقا ومؤمنا حقيقيا سوف يكمل له هذا النور لذلك قال ويجعل لكم نورا تمشون به أي أنه سوف تكمل الإمامة ويكمل الإيمان باتباع أولاد الحسين سلام الله عليهم إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كذلك من الروايات الأخرى التي وردت وتبين الآيات التي أولت بالإمام الحسن سلام الله عليه هو ما ورد عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول في قول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله من هم المقصود بهم من الذين يحملون عرش الله سبحانه وتعالى قال يعني محمدا صلى الله عليه وآله وعليا والحسن والحسين ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم يعني أن هؤلاء الذين يحملون الذين حول العرش هؤلاء الثمانية الله سبحانه وتعالى جعلهم موكلين بحمد عرش الله أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين فالإمام الحسن سلام الله عليه هو أحد هؤلاء الأشخاص الذين كلفوا وأنيطت بهم مهمة حمل عرش الله سبحانه وتعالى لمزيد العناية ولمزيد المقام له سلام الله عليه عند الله سبحانه وتعالى جعلنا الله وإياكم من العارفين بحرمة الإمام الحسن المشتبى سلام الله عليه في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة